احتفالات عارمة عمت أطول برج بالعالم بعد فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 حيث اكتسات سماء دبي بالألعاب النارية لإعلان الفوز دبي تمكنت من الفوز على مدن إزمير وياكتنبيرك وساو باولو لتصبح أول مدينة بالشرق الأوسط تحضى بشرف استضافة إكسبو القرار اتخذ في باريس عبر تصويت سري لأعضاء المكتب الدولي للمعارض لكن ما هو هذا المعرض؟ هو بالأساس معرض كبير يستمر لستة أشهر أول معرض أقيم في لندن عام 1851 حيث كان يعرض التصاميم الخلاقة والصناعية ومع مرور السنين قدم المعرض للعالم الهاتف والسلالم المتحركة ومخروط الأيس كريم وحتى الكاتشب المعرض يقام كل خمس سنوات منذ عام 1996 ويرى المنظمون أن المعرض دافع للنمو الاقتصادي ودبي غير مستثنات من هذا الأمر دراسة استشهدت بها الحكومة تقدر أن أكثر من 270 ألف وظيفة جديدة سيتم توفيرها كما أن من المتوقع زيارة 25 مليون سائح خلال الفعالية وهذه دفعة تحتاجها مدينة خرجت لتويها من أزمة مالية ترجمة نانسي قنقر